أنا باعتقادي ليس مهماً لأن من يقف وراء الهكوم ما دام أنه العنوان الأبرز لهذا الهكوم هي إيران تحديد مكان الانطلاق أو الميليشيا التي أطلقت هذا ليس مهماً الآن ما دام أنه هذه سواء كانت في اليمن أو العراق أو غيرها ما دام المصدر هي إيران فلماذا البحث عن من أطلقها؟ لن يقدم جديداً في مسألة العقاب إن كان تم تعقاب لمن أرتكب هذه القريمة أنا باعتقادي أنه الخليط ما أقول مش عارفين أستاذ نبيل أنه من اللي ضرب ومن أين؟ بالعكس أنا باعتقادي من أي موقع بالتحديد وكيف؟ يا سيدي مثل هذه الأعمال كل حركة في القو كانت صغيرة أو كبيرة هي تحت رقابة جهزة مراقبات قوية ورادارات قوية دقيقة في تتبع مسار كل حركة القوية لا يسمح حتى في القانون المدني قانون الطير المدني فما بالك في القانون في المجال العسكري أنه أي طائرة أي شيء قوي يدخل حجد أي دولة يكون هناك موافقة مسبقة على دخول هذا الكائن أو هذا الجسم فما بالك حينما يكون هناك صواريخ أنت لديك رادارات ولديك منظومة أمنية ودفاع قوي كل هذا في لحظة ما اختفى عن المشهد وحصل ما حصل من كارثة حقيقية ربما هي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية ليست على المستوى العسكري وإنما أيضا حتى على المستوى السياسي يعني لم تصب يعني مرحلة الامتشاف التي تمر بها اليوم المملكة ليست وحدها المملكة إنما المنطقة الخليج كلها اليوم بكل دولها و بكل أنظيمتها و بكل خلافاتها صبحت تحت أعيون الميليشيات الإيرانية أو تحت أنظار يصل مستوى الانكشاف الأمني انكشاف كبير على كل المستويات انكشاف أمني انكشاف سياسي انكشاف أيضا اقتصادي يعني يعني مقولة الدرع الاستراتيجي للجزيرة العربية اليوم انهار تماما نحن أمام مرحلة تحول خطيرة فيما يتعلق منظمة الأمن الاستراتيجي المنطقة كلها الخليج اليوم تحت رحمة تهديدات الطائرات المسيرة للميليشيات سواء كانت في اليمن أو في إيران أو أيضا في العراق أو في غيرها من المناطق الخليج اليوم يدفع ثمنا باهضا من سياساته العدمية والسطحية التي لم تستطع أن تميز بين الصديق والعدو وبين الاستراتيجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة